من ثاني؟ طبعا حمد فتحي الزكر اللي أنقذ مارسل كولر وداله الحل البديل لأن أقولك مين الحل الأساسي ومين الهدية اللي قدمه أبا مارسل كولر لدي الأهلي لكن حمد فتحي هو اللي أنقذ مارسل كولر بمرونته التاكتيكية لكن يبقى في النهاية مين اللي شافه وشاف أنه يقدر ينفذ الأدوار دي ومين اللي خلاه ينفذ الأدوار دي ومين اللي طوع إمكاناته البدنية والفنية أنه يدخل جول 18 ويعمل البنتريشن مين اللي خلق الأربعة تشانل اللي كل العبت الأهلي بتتدرب عليها سواء المجموعة الأساسية أو البديلة الأربعة تشانل واللي الخمسة اللي ضافت بوجود حمدي بنتكلم على القناتين اللي خلقهم عشان يكسر التكتلات الدفاعية مارسل كولر وراء الأظهرة ما بين الظهير وقلب الدفاع هذه أربعة وفي المنطقة بتاعة رأس الحرب اللي بقى بيستخدم دايما حمدي فيها في بعض المباريات واللي أحيانا كان بيوديه ناحية الشمال في القنات تانية بيوديه ناحية الشمال في المسافة ما بين قلب الدفاع وما بين الظهير ما تريد تتكلم لو نستعرض الأدوار بتاعة حمدي فتحي وهاتلي حمدي فتحي في أي وقت من الأوقات في المواسم السابقة باستثناء عشان يكون برضو محدد عشان هاتش يقولك لا كان بيعمل دائما باستثناء الكرات السبتة حمدي كان لي بعض الأدوار وبعض الزيازات في الكرات السبتة لكن دي تشانل من ضمن التشانلز اللي احنا بنتكلم عليها يا كريم دور حمدي فتح من امتى حمدي فتح كان بيتواجد في قد المنطقة حمدي فتح هنا موجود في أني مركز موجود في مركز المهاجم هو مش موجود في أي مركز مش عامل زيادة هو موجود في مركز المهاجم تيجي تخوش هنا تلاقي حمدي فتح هو اللعب اللي زايد مع الفرود والجناح هو داي من اللعب التالي الراجل غير القناعات عند حمدي نفسه لان خلي بالك ما فيش لعب هيؤدي هذه الأدوار بتغيير البروفايل الرهيب والفرق الكبير جدا ما بين أدوار الدفاعية كانت موجودة وبالمناسبة كانت بتقدر بشكل ممتاز مع بيتسو موسماني سواء لما استخدموا كاليبريو أو في قلب دفاع أو في قلب وسط الملعب في مركز ستة حمدي فتحي دي بعض الكرات زي ما قلت لك الكرات الآن بريكة موجودة قبل كده فضل محافظ عليها مع مرسل كولر لكن تواجد حمدي فتحي يا كريم الموسم الحالي تحديدا في المناطق دي خلق حمدي فتحي لما تيجي تتكلم من حمدي فتحي بيتواجد جول 18 في أكتر من الشانل خلقها الراجل والتطور التكتيك بص حمدي موجود فين حمدي هنا مسابق المهاجم حمدي مش بيشتغل مهاجم تاني مش بيعمل عملية الزيادة اللي هو معتاد أنا ممكن أخلي حالة اللعيب جيدة اللعيب وسط الملعب وخليه يشتغل في زون فورتين أو على حدود الثامن إن حمدي فتحي يشتغل كمهاجم صريح في أوقات كتير جدا إنه يعمل الزيادة ويمثل الحل لأن كان عنده مشكلة كبيرة تحديدا في الكرات الرأسية تحديدا في الكثافة لوجوة مياه مارسل كولر وهنا أتمنى لو الفيديو جاهز أسمعك مارسل كولر بيقوله يوم 28 ديسمبر بعد مباراة سراميكا كوليباترا بيقولك أنا مش مقتنع بالموجودين الموجودين في النادي الأهلي ياريت لأ ياريته نعرضه على طول ياريته ف ياريته السود بقى يا جماعة ياريته قال إيه طيب قبل ما يجي السودة مارسل كولر قال أنا ما عنديش قناعة بالمهاجمين أنا بلعب المهاجم طبقا لما يقدمه في التدريب بختار ده أو ده أو ده طبقا لما يقدمه في التدريب والنسب والأهداف اللي المهاجم بيعملها في التدريب ما عنديش حلول تانية غير ده في التوقيت الحالي وأنا عندي مشكلة كبيرة جدا يلا السودة أنا بشهدي وشهدي ما عملش مطش واحيش خلق فرص كتير وصل للجوم كتير لكن ضايع جوان كتير في الآخر ما جابش جوان أنا ما بختار المهاجم اللي هيلعب بختاره على أساس التمرين ونسبة تهديف المهاجم ما بتحس بأه ممكن يلعب كويس وكل حاجة لكن في النهاية اللي بيفرق المهاجم عن التانية هو نسبة التهديف عالية قليلة وأنا بشوف في التمرين نسبة التهديف عاملة إزاي وأه لغاية دلوقتي ما فيش حد فيه مقنعني للأسف حاولت ألعب بيرسي تاو في المركز ده جاء جنين في مطشين وراء بعض وبدأت أحس إنه ممكن يهو يحلل المشكلة ولكن راح متصاب ما استسلمش يعني ده ما استسلمش رغم إنه كان فيه محاولات من مجد زارة النادي الأهل اللي كان محاولات في النهاية باقت بالفشل الراجل كامل الموسم ودخل على دوري أبطال أفريقيا في المراحل الحاسمة من التتويب الدوري استمرارية فوزه استمرارية تسجيله وخلينا أقول لك لما الراجل بسجل 74 جول في 40 مباراة بعد هذا التطريع 74 جول في 40 مباراة معدل هدفين ومعدل ممتاز في أي فريق كبير إنك تحافظ على هذا المعدل بهذا كم من المباراة وأنت لا تمتلك رأس حربة حربة يردي تموحات المدير الفني المدير الفني اللي بدرب الفرقة لا يردي تموحات المهاجمين اللي موجودين حتى هذه اللحظة فلما الراجل يتغلب على هذه المشكلة اللي مش حد بيقوله عليها أو هو شايفها من بعيد ده هو اللي بيقول عليها وبيشاول عليها بصبعه وبيصرح بيها في الإعلام يقول أنا عندي مشكلة كبيرة في مركز المهاجم اللي المهاجمين ما بيترجموش الراجل لم يستسلم رغم أنه أصيب بصدمة في يناير أنه عدم التعاقد النادي الأهلي بعدما كان النادي الأهلي خلاص قابق أوسانة وقدم من التعاقد وبعدين مشكلة في الكشف الطبي فبالنهاية بيكمل موسمه بدون التعاقد مع مهاجم وتنزل له الهداية اللي قدمها الجمهور النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهرباء